السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الدورة دي هنتكلم عن ازاي نعمل اعلانات مدفوعة على مواقع السوشال ميديا سواء تويتر او الاستجرام او فيسبوك طبعا الدورة دي مقدمة للناس اللي رسمة يعني حتى لم تعرفش اي حاجة في الاي ماركتنج في التسويق تقدر تدخلها هتبقى بكويس جدا لها مستقبل كويس جدا في مواقع الفريلانسر فيه ناس كتير جدا بتطلب ان حد يعمل لها ادارة البجهات فيه ناس بتبقى عايزة تعمل اعلانات مدفوعة لان هو ده تستهدف جمهور بجد ففي الدورة دي ان شاء الله هنتكلم عن المواقع دي بالتفصيل واي فايلة كل الموقع وازاي افضل موقع موقع مثلا ام تستخدم انستجرام ام تستخدم فيسبوك ام تستخدم تويتر ام تستخدم جوجل ادسلس وردو هنتكلم عنه في الاخر اللي هو ازاي عشان اعمل اعلان مثلا زي اللي بظهر في اليوتيوب ده اللي بتشوفو اللي هو اللي يقول لك تخطي هزي الاعلانات اللي هي بتبقى موجودة في شمال ويمين اليوتيوب وعلى المواقع كلها هتكلم في الاليات بتاعتهم وهتكلم ازاي نحدد التكلفة بتاعتنا اه ففي خلال السلسلة دي ان شاء الله اه نبقى موجودين مع بعض رفاية استثارة ضرورة بعتولي انا اسمي بها ايهاب اه لي اكتر من كورس موجود على يودمي وشغال اه ماركسينج مانجر اه بقدر ان شاء الله مع بعض نقدر نوصل لمستوى كويس اه ان انت تستخدم المواقع دي اه من حيث ان هي دلوقتي بقى اتقالية الناس كلها الناس كلها دلوقتي بقى معها اه ايفون او موبايل اندرويد او ايباد او مفيش حد حاليا الا هو معال حاجات دي فده افضل وسيلة تسويق حاليا سواء الكمبيوتر الاي ماركتينج بشكل عالي دلوقتي العبيد ما بيدفعش فلوسه الا ما بيجيبه ملاق بالفعل بعكس التسويق التقليدي انت ممكن تحط ممكن انت اللي هو الاوتدور الادفيرتايزمنت اللي هو الاعجانات الخارجة مثلا اللي هي اللي يوفط اللي بالشوارع او كده انت ممكن تدفع ملايين عشان تحطي اللي انا على يفطى بس انت مش ضامن وقتها المدة شهر وبعد مدة شهر خلاص هي الناس اللي شافوه شافوه انما انت بالاعلانات اللي على سوشال ميديا او المواقع كلها بتجيب جمهور هيفضل عندك وهيستمر كمان ما بتدفعش لما الناس تيجي انت اللي ممكن ما تدفعش تقريبا لو انت مثلا حاطت مئة دولار لو ما جالكش حد لا يقدر الله يعني مع ان ان شاء الله انت بيجي لك يا الناس كلها وهنشوف احصائيات مع بعض المحارط الجاي اللي حاجات انا عملتها ما بتدفعش مثلا مش هتدفع منها اللي خمسة دولار عشرة دولار وللتسعين يفضلوا لك مع انك هتبقى حققته هدف معين بس بعكس ان انت بتدفع مثلا مية الف او متين الف ومنتش ضوما انه هيجي لك دولار ده اللي شاف الاعلان ولا مشافش الاعلان فحاليا العالم كله متجه للإيماركتنج للسوشال ميديا للإعلان المرئي سوريب الاعلان المرئي اللي هو الإعلانات التلفزيونية الاعلان الغير مرئي اللي هو الإعلانات اللي هي الكمبيوتر الموبايل التابلت الحاجات دي كلها ومين مننا ما بيصحاش منهم اول حاجة اللي هي بمسك الموبايل اللي بص فيه فالإعلانات دي اللي بقت شغالة جدا برضو هنشوف كميع انواع الإعلانات سواء لو عايز تعمل الليبيج عايز تعمل ترويج لتطبيق عايز تعمل ترويج لفيديو كل موقع من ده بيديك اله محترمة جدا جدا ان شاء الله من ابتداء من المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم مع بعض في كل موقع ومقسمي ده كل واحد لواحده فانتظرونا في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة